في تطور لافت وخطير وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي ينتمي وزيرها للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن وذلك بذريعة عدم تصحيح وضعها القانوني القرار صدر بمذكرة عن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن وجهها إلى نقيب الصحفيين اليمنيين زعم فيها عدم استجابة النقابة لدعوات نقل مقرها الرئيس إلى عدن ولأنها لم تبادر إلى إجراء الدورة الانتخابية وفقاً للقانون حسب ما ورد في المذكرة مصادر صحفية اعتبرت قرار الوزارة الخاضعة للانتقالي تكريساً لحالة القمع التي تشهدها حرية التعبير والتي ضاق أفقها أكثر في يونيو 2023 حيث أصدرت ما تسمى الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي عدداً من التعميمات هي من صميم مهام واختصاصات وزارة الإعلام الحكومية كونها الجهة الرسمية المخولة بذلك قبلها بثلاثة أشهر وتحديداً مطلع مارس من العام الماضي اقتحمت قوة من الحزام الأمني التابع للانتقالي مقر نقابة الصحفيين في عدن واستولت عليه وطردت من فيه تمهيداً لتحويله مقراً لما سمي نقابة الصحفيين الجنوبيين التابعة للانتقالي في ظل حالة الانفلات الراهنة يبرز التساؤل عن قدرة الحكومة الشرعية ممثلةً بوزارة الإعلام على وضع حد لحالة التجريف الحاصل للحريات العامة والعمل النقابي أو على الأقل حماية الصحفيين وضمان سلامتهم غير أن الواقع يشير لضعف الحكومة وعجزها حتى عن إنهاء معاناة المعتقلين لدى الانتقالي وفي مقدمتهم الصحفي أحمد ماهر الذي مضى على احتجازه أكثر من سنتين ولا شيء تفعله أكثر من الصمت